يبدو أن بوادر الخللي في الوضع الأمني نتيجة لقرار الانسحاب الأمريكي من سوريا بدأت بالظهور على دول الجوار السوري فالقرار لا شك أنه رفع من معنويات تظظيم داعش الإرهابي المنهارة وجعله ينشط في المناطق الحدودية العراقية السورية الأمر الذي زاد من مخاوف تسللهم وانتشارهم من جديد في العراق الذي لا يزال يحتفظ بالكثير من خلاياه النائمة وهو ما جاء على لسان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وتزامنا مع دق طبول الحرب من قبل حكومة العدالة والتنمية تركي لاحتلال أزان من سوريا والعراق أعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه لتفجير سيارة مفخخة في قضاية الأعفر في العراق ذات الغالبية التركومانية وبحسب مصدر أمني عراقي في نينوى بأن الشخصين على الأقل فقدا حياتهما كما أصيب أكثر من 11 مواطنا آخر بجروح نتيجة لهذا التفجير المصدر أكد أن الاعتداء الإرهابي حصل بوسطة سيارة مفخخة نوع بيك أب كانت مركونا بالقرب من مقهى شعبي وسط القضاء الإجرام الداعشي لم يقف عند هذا الحدي فقط بل امتد إلى كاركوك المتنازع عليها حيث قام التنظيم بخطف 14 مدنيا من قرية المبدد ومختار قرية الضباع الجديدة التابعتين لناحية رشاد جنوبي كاركوك وبحسب المصدر الأمني فإن التنظيم اقتاد المختطفين إلى وادي زغيتون وكان مصدر أمني عراقي قد ذكر مساءل اثنين أن عناصر من داعش هاجمت قرية في طوز خرماته شرقي صلاح الدين واختطفت أربعة أشخاص آخرين ويرى العديد من المراقبين أن الانسحاب الأمريكي من سوريا أثار الكثير من القلاقل في المنطقة وزاد من شهية النظام التركي بالإعازي لداعش بالقيام بأعمال إرهابية وتفجيرات لخلق ذريعة وحجة لتنفيذ مخططاته التوسعية داخل الدول المجاورة لتنفيذ تركيا